يسأل عن كفارة من ظلم نفسه في الأشهر الحرم عبد الله بارك الله فيك لا شك بأن الأشهر الحرم هذه عظمها الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح أنه أفصح وبيّن عن هذه الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة وشوال ورجب مضر وثلاثة متوالية وشهر منفرد لوحده ولذلك السيئة في الأشهر الحرم ليست كالسيئة في بقية الأشهر العادية كما يعني في قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومعلوم بأن الظلم محرم على العموم لكن التنصيص على الأشهر الحرم بمنع الظلم وحرمة الظلم يدل على خطورة السيئة في الأشهر الحرم ولم يثبت عندنا أخي الفاضل ما يشير إلى مضاعفة السيئة من حيث الكمية في الأشهر الحرم لكن العلماء قالوا بأن السيئة تضاعف من جهة الكيفية ولم يثبت عندنا ما يشير إلى وجود كفارة لمن ظلم نفسه إلا إذا ارتكب شخص ما يوجب الكفارة المنصوص عليها في القرآن والسنة يعني مثل مثلا يعني الكفارات المعروفة المعلومة كالظهار مثلا أو كفارة اليمين المنعقدة مثلا وغير ذلك وبالنسبة للإنسان فتح الله عز وجل له أبواب التوبة ولذلك الله عز وجل كما في الحديث الصيق وليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه فالواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله بل أن يسارع لأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى وجوب المسارعة والمبادرة إلى التوبة وعدم تأخير التوبة وهناك أعمال أخرى أخي الفاضل بارك الله فيك ممكن أنها تساعد على إذهاب الذنب ومحو الخطيئة منها بر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة مثلا كذلك الاستغفار وذكر الله عز وجل والعمال الصالحة الأخرى بارك الله فيك موسيقى موسيقى موسيقى